السلام عليكم. زيكا شانسين. ان شاء الله في التوتوريال دوت هنكمل على البيم جريد اه بليد جيردر بريدج. ونتكلم ازاي نبتدي نحسب الاحمال عليها. اه بطريقتين برضو. عشان احنا ممكن يكون الكروس جيردر زيت فليكسبول. وممكن تكون زي ما هنعرف خلال التوتوريال ده. طيب احنا عملنا ايه الاسبوع اللي فات? عارفنا ان الكوبري بتاعنا اه ميكون هنا من كزا بليد جيردر. وفي كروس جيردرز متقطع معها كل آآ زي ما احنا عارفين من اربعة لستة والمين جيردرز زيت كانت من اتنين ونص لتلاتة ونص ميتر. كان آآ عملنا بتاعتها وعرفنا الشكل الخارجي وشفنا الرسمة دات ازاي نستنتج كل خط فيها. طيب الخطوة الجاية بعد كده ان احنا هزين نبتدي نحسب احمال. وعرفنا ان فكرة الكوبري ديت ايه معنا ان هو يعني لما يحصل اي حمل يقف على الطريق فوق او يقف على عرض الكوبري بتاعنا ان كل دي هتشيل مع بعضها. ده اعتبار ان اللي هتحطها ما بين المين جيردرز زيت مفروض تبقى آآ يعني مش ان هي تقدر توزع الاحمال ديت ما بين الادوة يشيل حمل وده يشيل نسبة من الحمل وده يشيل برضو نسبة الحمل وهكذا النحية التانية. فاحنا دورنا في ده ان شاء الله ازاي نحسب الاحمال ديت? ازاي نحسب الاحمال لو الدكتور في الامتحان طلب انك تصمم او ازاي تجيب الاحمال عليها. طبعا هي نفس الاحمال بتاعت العربيات اللي احنا كنا وضحناها قبل كده اللي هي العربية الخمستاشر والعربية العشرة والعربية الخمسة مع اليونفروم لودز اتناعت كل العربية اللي هي والرصيف كان نفس الكيس بتاعاته. طيب اه احنا قلنا ان الكبري بتاعنا ده معتمد على حاجة اسمها بحيث ان لو في اي حمل ييجي هنا هيتوزع آآ على كلها مش الكاميرا هيستخدم مش هيشتغل كسيم بالبيم. فكل ده متوقف على ايه? متوقف على الكروس جيردرز. ان الكروس جيردرز اللي انا هحطها ديت لازم يكون لها ماينفعش تقل عنه عشان لو قلت عنه هي مش هيحصل اللي احنا عاملينه. طبعا كل ما بتاعت الكامير اللي هو اللونه احمر هنا اللي هو الكروس جيردرز تقل كل ما هتكون فكل ما يبقى ييجي مسلا حمل الكاميرا دي تشتغل ازا سيمبل بيم والحمل بتاعها يروح ما بين اقرب اتنين بس. لا احنا عايزين ان لما يحصل حمل على الكروس جيردر دوت اي عندنا في الكبري تقدر ان الكروس جيردر ديت عن طريق الانيرشا بتاعتها ان هي توزع الحمل بتاعها على المين جيردرز المختلفة. فاحنا عشان نعرف نجيب اول حاجة كده عشان تعرف تقول ايه زاعتها هنحول كل الكروس جيردرز لواحدة اكويفلانت في النص. يعني احنا هنمسح كل الكروس جيردرز عشان نعرف ما هتعامل هنتعامل مع واحدة. وعن طريقها هنحاول نجيب الانيرشا بتاعت الكروس جيردر الواحدة تبقى كاد. باحنا هنشيل كل ونعبر عنها بواحدة فيه نص القبل. وبعد كده هنبتدي نشوف ازاي نحسب بتاعت الكاميرا بتاعتنا. آآ نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نكون عارف مصممين الاول. فانت مش هتقدر تطلع الانيرشيا بتاعت الكروس جردر ديت. الا ما يكون معاك الانيرشيا بتاعت المين جردر. لان احنا هنعرف دلوقتي ان احنا هنساوي ديفليكشن بديفليكشن. فأورادي انت عشان تساوي ديفليكشن بديفليكشن فانت هيزهر عندك التيرم بتاع المين جردر. والتيرم بتاع الكروس جردر فهتضطر يبقى لازم تكون عارف واحد منه. فاحنا هنفترض في الاول وانت حتى وانت بتحل الشيت هتفترض انك عاملها يعني آآ ان ده ريجد جدا. وبعد ما تصمم والجيب الاحمال عليها وكل حاجة هترجع في المطلوب اللي بعده تشوف آآ ايه بتاعت الكروس جردر بحيس ان هي تبقى تقدر تحقق لك اللي احنا هنعمل له في الاول. طيب احنا هنفترض دلوقتي مسلا ان احنا معنا صمينا الايرشيا بتاعت المين جردر دي. هو عايزين يجيب الايرشيا بها الكروس جيردر الاكويفلنت للكلام ده. فلما هيجي نقول ان ايه الايرشيا بتاعة دي؟ انساميها مسلا آآ في الايرشيا بتاعت الوحدة بس. تمام? يعني هنيجي نقول ان الايرشآ بتاعت الكاميرا دي. تاي حاجة كده اسمها اي داش مسلا بتسوي الايرشيا بتاعة الكاميرا الواحدة. الكي از دوات ليه تايبل. التابل دوت هيبقى او الدكتور هاديك بتاعتها. بتاعت الكي اس دي في عدد يعني طبعاً لو انت عندك اتنين كروز جردل هتلاقي الكي اس ده برقم. لو بتلاتة هتلاقي برقم. لو اربعة وهكذا. نخلي بالنا من حاجة ان بتاعت الكي اس دي. هي عدد الكروز جيردل اللي في النص. يعني احنا لو في الكبري بتاعنا ده محدش يعدل عند ولو يعد عند السبورت دور. يعني احنا مفروض بنعد يعني في الكبري ده هيبقوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. محدش عدة لعند الصبورت لان عند الصبورت مفيش مومنت لان الكبري بيبقى على الصبورت فاحنا بنشوف اللي هي في النص اللي هتوزع لنا الاحمال. فنخلي بالنا جدا ان الرأي الكي اس اللي انت بتجيبها دي بتجيبها للانترميديت كروس جيردرز اللي عند الاول وفي الاخر لا تحتسب من العدد اللي انت بتخش بهم في التابل دوت. تمام? يبقى انا مسلا هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى عندي خمسة كروس جيردرز يبقى الكي اس بتاعتي بتو بوينت ناين فايف فور. يبقى انا كده عارفت اتجيب ازاي احسب الكي اس بتاعتنا. نايس احسب الانيرشي. جات الفكرة ان انا دلوقتي عايز اعرف ايه هي الانيرشي للكروس جيردر. فجينا هنعمل ان احنا دلوقتي لو جي حمل مسلا واحد طن. عند النص الكبري بالزبط مؤثر في النقطة دي. فعلشان يحصل موضوع ده مفروض لو حصل واحد طن ده يبقى عندك متساوي. بتاع النقطة دي لما تنزل كده يعني لما يحصل بالشكل ده تنزل بقيمة نفس القيمة بتاعت اللي هي في الاتجاه التاني يعني طبعا يا حاجة بقى دخلة في بتاعتنا كده الجوة بالشكل ده. ان بتاع 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 يعني الواحد طن دوت لما يعمل تأثير عند الكوبري بتاعك يبقى الاكويفلنت بتاع الكروس جيردر والاكويفلنت اصلي بتاع المين جيردر يطلع هو هو آآ عندنا عشان نقدر نقول ان دوت هيحصل ويحصل بتاعي. طبعا الخط ده بيمسل الكروس جيردر بس مش الكروس جيردر واحدة. لا ده اللي احنا قلنا عليه يعني مش بتاع واحدة. ده احنا شلناهم كلهم عوضنا عليهم بالخط ده. فلو جينا قلنا ان الدلتا ده مفروض تساوي الدلتا دي. الدلتا بتاعت الكروس جيردر اللي هي الاكويفلنت. مع اي الدلتا بتاعة المين جيردر. مفروض يطلع واحد علشان نقدر نقول ده. طب الدلتا هي عبارة عن ايه? هي طب انت ماش عارفين احنا ان الدفليكشن هميكون عندنا كاميرا بيم. وهي في واحد طن في النص نعرف نقول الدفليكشن بتاعها من ايه? ليه طبعا فيها معادلات ممكن حتى ان احنا نستخدم المعادلات ديتا على طول طبعا ما غير ما نقعد نسبتها. ان هي بتساوي البي في ال. طبعا ده بتاع المين جيردر. المين جيردر هيبقى البي اللي هو عندنا واحد طن. ال ال اللي هو الطول بتاع الكوبري اللي هو الاربعين او الخمسين او الستين متر بقى على حسب كل واحد بتاعه. على تمانية او فورتي ايت الاي. الاي. الاي بتاعت مين? الاي بتاعت المين جيردر. مفروض الدفليكشن بتاعها يطلع هو هو الدفليكشن بتاع الكوروس جيردر. طب الدفليكشن بتاع الكوروس جيردر برضو هو البي نفس الحمل. في بقى اللسبان بتاعها. بس اللسبان بتاعنا هو ايه هنا? هو المسافة ما بين السابورت ده والسبورت ده. اللي هي تقريبا كام دي اي ودي اي? يعني نقدر نقول ان هي اتنين اي باور سري. تمام? آآ يبقى كده اتنين اي باور سري. نقدر دلوقتي نقسم الكلام دوت على فورتي ايت في بس الاي دلوقتي بتاعت مين? الاي كروس جيردر. اللي هي مش بتاعت الوحدة لا الا هي بتاعت التوتا الكولومب ده. خلاص من المعادلة دي قدر اقول ان تطير مع البي الفورتي ايت دي تقدر تطير مع الفورتي ايت الاي هتطير مع الاي. هيتبقى لنا ان الفوق هنا على الاي بتاعت المين جيردر. الانيرشيا بتاعتها يعني. عشان كده قلتلكم لازم نكون معنا الدزاين بتاعها بس احنا هنفترض ان احنا صممناها علشان نشوف ازاي نطلع الانيرشيا بتاعت دلوقتي. تمام? اه في اتنين ايه كل ده على دي ممكن حتى نشيلها ونعوض عنها بالكي اس في الواحدة. علشان ان طبعا احنا في الاخر مش عارف نتعامل الا مع الواحدة. احنا قريدي ما نعرف نجيب الاي كي اس ديت هيبقى نايس بس ايه? يبقى معنا في المعادلة ديت نطلع. طيب جيه هنا بقى عمل ريشيو. الا واحنا جينا بعد كده. نقول حاجة فاكتور اسمه الزد. الزد دوت هو عبارة عن ايه? هو الانيرشيا بتاعت المين جيردر على الانيرشيا بتاعت الكروس جيردر. يعني نيجي نقسم ال ال باور سري ده. بالشكل ده. على الترم التاني. يعني نودي ده ناحية التانية هتبقى تحت هنا اتنين ايه باور سري. مضروبة فيه. طبعا لما نودي ده ناحية التانية برضو هتلاقي الفوق ال اي بتاعت المين جيردر هي اللي بقت فوق. اللي هي دي بقت اللي فوق. لما توضيها الناحية التانية. والاي مين جيردر هتفضل تحت زي ما هي. يعني احنا عملنا ايه? اسمنا الدلتا بتاعة المين جيردر على الدلتا بتاعة الكروس جيردر. هيطلع الشكل اللي انت شايفه قدامك حاليا ده. طيب الفكرة كلها في الزد. يعني الدكتور في الامتحان. لو قالك ان الكامرة الزد دي قالك ان الكروس جيردر ديت ار فليكسابل. الزد دي بناخدها تقريبا بصفر الواحد بالكتير. ده كده معناها ان هي فليكسابل. يعني تشيل الزد دي تعاود عنها بواحد وتقدر تطلع الانيرشيا بتاعة الكروس جيردر. طيب الدكتور في الامتحان طلب ان هي ريجد. ريجد دي بقى الزد دي برقم كبير. بس طبعا احنا مش هنعود بانفينيتي. الرقم ده لو ان تقريبا ان الزد ديت لما يكون بمية هي تقريبا ما فيهاش فرق قوي لو هي رقم اكبر من آآ يعني تقريبا توازي مية. يبقى انا في الامتحان لو الدكتور قال لي ان الكامرة ديت هنقول ان الزد دي بزيرو او تكاد تكون بواحد. لو هي يبقى نقدر نقول ان هي ممكن توصل لمية يعني تقريبا توازي مية. يعني انا اقدر اشيل كده من المعادلة ديت لو هي خلاص احنا طبعا نحلها ان هي فولي. فقدر اشيل الزد دي اعوض عنها بمية. معايا بتاعت الكوبري بتاعتي. معايا البان اللينس انا قريدي قسمتها في اللي قوي. معايا الكي اس. معايا الاي من جدد. هيبقى ده الوحيد الترم القنون اللي عندنا في المعادلة. يبقى ان نقدر نطلع الكطاع. ممكن عشان تعرف تعمل الكطاع طبعا انت عندك آآ فور دايمينشنز. عندنا وتي فلانج وتي ويتي ويب. الاتش ويب والتي ويب ممكن حتى تعمل ان تقريبا في من تمانين زي ما احنا قلنا حتى في الشرح من تمانين لمية وعشرين سنتي مسلا. والتي ويب ممكن تطلعها من اللي احنا كنا بنطلع منها عادي نفس اللي بتاعتها لو هي فوق المتر بكزا لو هي آآ اقل من متر بحاجة لو هي اكبر من اتنين متر نفس اللي كنا بنطلع منها بتاعتنا. هاتبقى الفلانج. طب الفلانج. لا موضوع سهل الفلانج. هيبقى الانيرشية بتاعتك داية النون اللي وحيد فيها. هيبقى انت معاك الاي كروس داية برقم. هتجي تسويه بمين? ببي فلانج. طبعا عشان هما اتنين. فانت آآ معاك الآآ زائد. المضروبة في نقل المحاور اللي هو هيبقى على الاتنين زائد على الاتنين. طبعا دي حسابات يعني الموضوع مش صعب انت سهل تستنتجها. زائد مين بقى? زائد اللي هو بتاع الويب اللي هو هيبقى في تي ويب على الاتناشر. دي انا معايا ايه من المعادلة ديت? معايا الاي معايا الاتش ويب معايا التي ويب. هيبقى ناقص البي فلانج والتي فلانج. تقدر تقول مسلا تقريبا بتساوي مسلا عشرين او من تمنتاشر لعشرين. ويبقى عندك قنون واحد تقدر من المعادلة دي تطلع حاجة ويجيب التاني بدلالة الرقم التاني. يبقى ده بقى دي الانيرشة بتاعة عشان تقدر تقول ان هي ما ينفعش ان حد يعمل ان هي وما ايه ما يطلعش اقل من لو انت طلعت اقل من الانيرشة بتاعتها اقل من الحسابات ديت يبقى انت كده عامل الكبري ملوش لازمة يبقى انت عفاكره ان هو يشتغل وهو مش هشتغل لازم بتاعة تبقى اكبر من الاي اكس جيردر ديت يعمى بيتسويها يعمى اكبر منه. يبقى في الامتحان خلي بالك من راس السؤال لو هو قالك ان هو اه يبقى خلاص مش مشكلة اي انيرشة ممكن تحطها مش هتفرق معنا اه ممكن تفرض ان الزد هنا بواحد وطلع انت الانيرشة بتاعت الكروز جيرد. لا قالك في الامتحان ان هو لازم في الحالة ديت نفرضها بمية. تمام? دي كده اول الجزئية ان احنا ازاي نحسب الانيرشة بتاعت الكروز جيردر على الكاميرا بتاعي. طيب من الجزئية التانية خلاص انا فرضت ان هي بقت يبقى الكبري دوت هيشتغل او بيم اكشن او بيم اكشن يبقى ناقص ازاي يحسب الاحمال على بتاعتي. احنا عايزين نصمم بعد جهة المرحلة الجاية. كده انا صممت بتاعتي. تمام? طيب. احنا عندنا برضو زي ما احنا قلنا. لو هو عندنا لو هو لو هو هترجع زي ما كنا بنعمل في بليت جيردر. انا عايز الدكتور قال لي مسلا صمم المين جيردر ديت هات الاحمال عليها. هاتجي تفترض ان ديت هتنزل بواحد. وده بزيرو وده بزيرو. محدش هيحس بايه? باي حاجة الا في الزون دي. يبقى المين جيردر ديت حتى ممكن تقدر تقول ان هي شايلة ايه? شايلة الوزن بتاعها في اللي هو ما بين الخط ده للخط ده. طيب اللي قال لك الاوتر خلاص الاوتر هتبقى ده اللي بواحد تنزل من عنده. ده بزيرو يبقى ده بتاع الاوتر ده لو هي فليكسابل. الكروس جيردرز ار فليكسابل. طيب لو هي لو هي ريجد. لا كله بيشتغل ما ينفعش تيجي تقول ان البيم دي لو نزلت. لا هتلاقي دي بتنزل بكيمة دي بتنزل بكيمة اقل دي بتنزل بكيمة وهكزا. وتوصل ما بينه هتلاقي كل واحدة من دول هتشيل نسبة من الحمل. يعني لو في حمل واحد طن هنا كده. كل حمل دوت هيتوزع على الاربعة دول بالتسابق. لا طب لو الحمل ده متشفت شوية لا هيبقى معها نسبة فهتلاقي اللي على اليمين دول او على الشمال دول شايلين اكتر واللي على اليمين دول شايلين اقل لان المومنت هيبقى بيقلل كيمة النورمال شوية. فاحنا عايزين نعرف طيب في الكيز بتاعة ازاي ارسم بتاعي احنا في هنا بواحد واحد وتقدر تقفل الرسمة بتاعتك بصورة. طيب لو هو بقى لو هو هتلاقي فيه طريقة كده آآ ليها اثبات خلينا مش هنخش في تفاصيل الاثبات عايزين نشوف ازاي نطب. اول حاجة لو انا عايزة ارسم للقامرة دي زي ما احنا عملنا هنا من شوية. يبقى انا هاجي كده تحت ارسم تاني المسألة بتاعتي. احط الاربع بتاعتي اللي هم الاربع طبعا المسألة بتاعت السيمترية فهو ده اكينك بتدرس زه سواء درس ده او ده هتلاقي هو نفس طيب انا عايزة يبقى هنا هوقف الواحد طن بتاعي هنا. عند اللي يبقى انا عايز ارسم ده يبقى الواحد طن اللي انا هفرضه هفرضه هنا. طيب عشان نعرف نتعامل مع الشكل احنا مش هنبقى عارفين ان احنا مقق في الواحد طن هنا بس احنا هننقله هنا في النص. لما ييجي في النص هنا هبقى واحد طن معي مومنت. المومنت دي هتبقى بكام? اللي هي المسافة اللي هو هتنقلها. هنا لما يتنقل من هنا هيبقى نشوف المسافة دي عندك قد ايه? اللي هي مفروض قدية هنا لو احنا مسامين دي كلها ايه? يبقى دية نص الايه? نص الايه بتاعتك. يبقى هنا كمته كام? كمته نص ايه? تمام? ده قيمة المومنت بتاعها. تمام? يعني واحد اكي ان الواحد طلنا ده ربطه في نص المسافة اللي هي نص الايه بقى ده. طيب عايز احسب بقى عند كل نقطة انزل او اطلع قد ايه? تعالى في الفورمولة ده وتبتدي عوض. القانون ده هو عبارة عن الترم الاولاني بيعبر عن النورمال الترم التاني بيعبر عن المومنت. معنى ايه? انا هيجي عند النقطة ديت عايز احسب القيمة بتاعة الار دي. الار دي هتساوي ايه في الحالة دي? هنيجي نقول ان هي بتساوي الواحد طن. البي عندنا هو الواحد طن. على الام. الام ده عدد الصبورت. احنا عندنا كام صبورت هنا? عندنا اربعة. نورمال كده كده هتوزع بالتساوي. مين اللي بيتوزع بعد كده? حسب بعضه هو المومنت. يبقى هيجي اقول واحد على اربعة. الام ديت هو عدد الصبورت. شوف انت عندك كام صبورت في الكوبري بتاعك وهكزا. زائد ايه? زائد ليه بقى? لان الجنب دوت المومنت هيبقى في اتجاه النورمال. يعني انتو خدوا لبالكو ان النص الشمال ده ان النورمال اكيد لتحت. المومنت بتاعته برضو اكيد لتحت. لان هو هنا بيضغط. الناحية تانية هتلاقي المومنت بيشد. النورمال العكس. فانت لازم تاخد التاني الاشارة بتاعتك بالعكس. تمام? ماشي. اه ايه هو المومنت? المومنت عندنا هنا عندنا في الكيس ديت بنص الاي. خلاص يبقى انا قدر اقول ان المومنت عندنا هنا بنص الاي. الكلام دوت مضروب في ايه? في الاي. الاكسنتريستي. الاكسنتريستي من الصبورت اللي بندرسه مش الصبورت اللي انا بدرسه هنا برضو. هو على نفس المسافة اللي هي ايه? نص الاي. يبقى الكلام دوت هتضرف برضو في نص الاي. الاي عندنا. على ايه? على ايه يعني شوف كل اللي عندك لكل يبقى انت هديجي كده على جنب فوق حتى ممكن تحسبها لان هي دي سابتة للمسألة كلها في الكيس اللي احنا بنرسمها هنا انا نيجي نقول ان هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن احنا عندنا واحد وده زيبه هو يبقى انا هقول الاتنين دول هنعبر عنهم اللي هي عندنا حسبناها من شوية اللي هي اتنين في نص ايه سكوير زائد ايه اللي بعيد دوت اللي بعيد دوت عن بعضه من النص هيبقى نص زائد واحد يبقى واحد ونص ايه? ايه سكوير يبقى انا كده اقدر احسب الحزبة دي على الكالكوليتر واطلع سميشن الاي سكوير ده هيطلع بكام عندنا? يبقى الاي سكوير ده الموضوعه سهل هو رقم الرقم دوت هيبقى سابت للانفلانس لاين الواحد. واحسب الفاليو دات. الفاليو دي زي ما تطلع وتيجي تنزل بالكيمة بتاع تطلع مسلا هكيد دوت هيطلعه بالبوستف فممكن تعتبر البوستف هو لتحت الخط وتيجي توصل ايه? الكلام ده ببعد. بعد كده تحسب عند الجوينت التانية. الجوينت التانية ديت هي ازاي هنحسبها برضه هتيجي تقول واحد على الاربعة. نفس النورمال كده مش هختلف. الفكرة في الترم التاني الترم التاني المومنت برضو هو هو. اللي هو قمت نص نص ايه? اما المين اللي هختلف بقى بتاع الساب بورد ده من النص. مش هتبقى نص ايه? هتبقى في الحالة ديت ايه? واحد ونص الايه. على معنا احنا حسبناه تقدر تطلع الفاليو ده. هيطلع الفاليو ده برقم تاني. طيب بعد كده نحسب الجنب العليمين. الجنب العليمين واحنا بنحسبه. هيبقى نفس دول بالزبط يعني نفس القوس ده وده. بس بعد هنا هتشيل البلاس ده اتعود عنها مرة بالنيكتف وتشيل دي بلاس دي تعود عنها بالنيكتف وتطلع الممكن تلاقيه ايه? قلب بالشكل اللي احنا رسمينه ده. طيب لو انت جاء عاكم مصطرة ووصلت ما بين ده تحصل على شكل بتاع المين جيردر بتاع المين جيردر الانترميديات. يبقى الانفلانس لين اللي رسمناه الاولاني ده بتاع الانترميديات ساب بورد. طيب لو انا عايز ارسم لحاجة تانية يعني عايزين نرسم للاوتر. عايزين نشوف بس التطبيق تاني كده كده في سولفت اجزامبل اللي هنبص عليه حتى من المحاضرة على طول. تمام? ماشي. اه نفس الكلام هنا لما يجي اقول انا عايز ادرس ده يبقى انا الواحد طن هيبقى في النص مع مومنت اللي هي هتتنقل من هنا لحد النص اللي هي تقريبا قيمة المومنت واحد ونص الايه? الايه. وهو ايه القيمة النورمال واحد. يبقى انت هتعود هنا بواحد على الاربع زائد المومنت عندك اي مومنت هتعود عنه بواحد ونص الايه. ومرة تدرس الاي من النص بتاعك. ومرة الاي بتاع الدوة من النص ده ده. والصميشن برضو هتبقى سابتة زي ما اتفقنا من شوية. يبقى دوت كده شكل بتاع الاوتر. هنرسمه هتطلع القيمة بتاع ده تطلع القيمة القيمة وتوصل ما بين تحصل على بتاعك. تمام? طيب بعد كده بقى مفروض نبدأ نوقف في الاحمال. طيب عشان نشوف حاجة احسن بالارقام ونتخيل هنفتح البيت افتع الدكتور اهو قدامنا. نشوف اللي هو الدكتور حطه في الامتحان او حطه اصلي معلش في المحاضرة. وكانت مسألة مفروض نعمل لها اول حاجة قال لك ارسم الرسمة طبعا بسكيل واحد لمية وبعد كده ابتدي اشتغل على احسب والماكسيمم شير وبعد كده قال لك احسب بقى دي ان هي انفاينايت ريجد. يبقى انت هنا عرفته احنا بالحل واحنا بنحسب الاحمال ان احنا لازم نعملها لان احنا مش هنقدر نقول ان هي عندنا. طيب الكوبر بتاعنا كان فيه كان فيه تلات مسافات جوه وفيه اتنين. طيب اه اول حاجة بنخلي بالنا في حسابات الديد لود. هتيجي تقول لي باشو هنالس الديد لود. اه بنحسيبه ازاي? انت قد تمركز على اكتر. اهو هجي اقول لك الديد لود اسهل بكتير. زي ما اعملنا في الكوبر اللي فات. احسب اللي هي عبارة عن التي اس في بتاعة الرصيف او بتاعة الطريق بتاعتك. زائد زائد طبعا دي ايه اللي احنا كنا بنحسبها من اللي هي انت عندك دلوقتي في وفي زي ما كنا بنعمل بالزط هتعتبر ان دا هي عندك وتحسب بتاعها. طيب عموما ما تقلقوش غالبا بيبقى القيمة بتاعته هنا مسلا كان في المسألة كان مدهله فحسب الحزبة دي كلها طلعت واحد هنا لحظه ما ضربناش في اي عرض يعني احنا لسه مش عارفين كل هتشيل قد ايه. فجاب الرقم التوتل وبعد كده لما جيه حسب على الوحدة بس يعني انت عندك دلوقتي اه عايز تحسب انت عندك بتاع الكبرى يبقى فيه اربعة بالشكل ده. اكيد كل هتحسب من بتاعها ل بتاعها. يعني انت لما تحسب بتاعك دوت اللي هو هتسيبه في محتاج تضربه في عرض اللي كل واحدة شايلة. العرض اللي هي شايلة كل واحدة اللي هي. هديك تقول ليه عشان طب ما دوت مش يقول غلط احنا مفروض نعملها بال ايجي اقوم اشوف بتاع اللي انا بصممها يعني مسلا ديت الانترميديات. اجي كده اقوم ده اللي احنا هنرسمه بعد شوية. وقوم حاطة الاحمال عليه. بالشكل دوت لان الديد لود مفوش حالات تحميل. واضرب الديد دوت في دوت اه طبعا هنا ونترح منه والكلام ده. لو انت جربت تعملها كده او جربت تعملها هطلع نفس الفكرة. لان الديد لود مفوش حالات تحميل. يعني الديد هتوزع بالتساوي نتيجة انه هو محطوط اصلا. طبعا العربيات ميبقاش بالتساوي عشان كده مش هنقدر نقول ان كل هتشيل نسبة سابتة من دي. فعشان كده الدكتور عمل ايه? ام ده اخو اخد اللي هو في وسيح الحمل. يعني ايه? انت عرض الكبرى التوتل لو رجعنا له كده هو التسعة متر زائد اتنين متر هنا واتنين متر من هنا ده ايه التلاتاشر متر بتاعنا. ام ضرب انه هو عرض الكبرى كله تلاتاشر واسمهم على العدد المين جيردر. زيبقا كده بتاعك. طبعا ان هو سري بوين سري وان. بعد كده ايه? ضرب كل واحد اه في اللي هي تسعة وتلاتين متر سكويرة على التمانية علشان يجيب المومنت الدد والمومنت تعشير. ونركنهم كده على جنب لحد ما نجيب بتوه الكلام ده. فما تتعبش نفسك في الديد لود. الديد لود بيتوزع بالتساوي. يا اما تضرب من سنتر لاين لسنتر لاين كل كاميرا. يا اما تضرب في عرض الكبرى كله وتقسيمه على عدد المين جيردر. سيجيب لك كل مين جيردر شايلة ايه? من الدو دوت وبعد كده تضربه في الال سكويرة على التمانية. الموضوع ده هسهل. طيب بالنسبة بقى لحسابات اللايف لود لا حسابات اللايف لود مختلف. احنا قلنا ايه? قلنا بداية لان احنا سمعنا خلاص كلمة يبقى احنا لازم نرسم. يبقى انت هتيجي كده. آآ زي ما احنا اثبتناه من شوية. قلنا دي لكاميرا بتاعتك. هتيجي قوم رسمها كده في الامتحان وتحط الاربع سببورتات بتوعك اللي هم هنا وهنا 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 بالشكل ده. وتقعد تحسب عند كل سببورت بتاعته. الفاليو دي احنا اتكلمنا ازاي تحسب بتاعت كل سببورت ده. على فكرة انت ممكن تعمل طريقة بسط لك الدنيا شوية بس طبعا لو انت بواصل من انك هتحسبها صح? انك ممكن تجيب اول سببورت القيم عنده كان مؤخر سببورت وتوسر ما بينه بخط. زي ما انت شايف كده العلاقة على طول خطية. فبدلا ما طبعا تتعب وتحسب عند السبورت التاني والتالت ده ممكن تجيب الاقل وتواصل ما بينهم بقى انت حصلت على اللي في النصف. في ناس ممكن تاخد واحد تالت احتياطي علشان ايه تشيك على نفسها ان الموضوع صح ولا آآ غلط. تمام? ده كده شكل الايه اللي هيطلع لاني واحدة لانترميديات آآ تمام? طيب. آآ اللي هي رقم واحد. ماشي. هنيجي بعد كده نشوف ازاي بقى هنوقف الاحمال. طيب انا دلوقتي عندي المسلس بتاعي لما رسمناه في جزء في وفي جزء في يعني احنا جينا هنا لقينا في جزء تحت هو في في جزء في الإشارة ما بتفرقش معنا. يعني سواء اللي تحت هو والتحت او انت سميتهم العكس او رسميتهم العكس ما عندناش مشكلة. هي الفكرة مين ارية المسلس الكبير? لان احنا ارية المسلس الكبير هي اللي هنحملها لان ده طبعا ما مش من مصلحتي ان انا اوقف اي حاجة على المسلس الصغير لان اي حاجة انا وقفها هتقلل قيمة اللي هيروح على تمام? يبقى احنا هنا بندرس ريحة يبقى انا هاجي دلوقتي اقول ده المسلس الكبير اوقف الاحمال بتاعتي. زي ما احنا عملنا بقى في نخلي بالنا كده لما نرجع كده للرسمة بتاعتنا ان لو في عربية هتمشي هتبتدي نبعد قد ايه? بعد الرصيف يعني احنا عندنا فيه رصيف هنا العربية بتيجي بتاعتنا هنا الكويتش بتاعها بيبقاش لازف على الرصيف. لا بيبقى فيه نص متر وبعد كده للاتنين متر وبعد كده نص متر هتكده وقف العربية العشرة الاربعين جنبها وهكزا. تمام? فانا هعود نفس بالذات. بس هو انا بوقف بشوف بقى هل انا لسه في المسلس البوسطف ولا يعني هو هنا مسلا عملنا ايه? ابتدينا بالعربية اكيد التقيلة. لان العربية ديت هي لها تجيب الكبير على الاوتر. تقريبا هنا معلش ده ده بتاع الاوتر معلش مش بتاع الاينر. تمام? فهنا من مصلحة ان انا وقف اتقال عربية ارب اكبر دروب. الدروب دوت ما ينفعش انا واقفه الرصيف لان الرصيف دوت آآ ليه حمله الخاص اللي هو كنته نص. طيب ماشي. اما وقف العربية بعد نص متر ووقف الخمستاشر وبعد كده اس اتنين متر حط الاكس التاني بعد كده اس متر عشان يحط العربية الاربعين وهكزا. جي تجرب يحط الخمسة لان الاكس الاولاني هيجي بعد متر. العربية الاكس التاني هيجي في النيجيتف. خلاص ما لهاش لازمة ان احنا نحط العربية ديت ما انها الطريق مكفي ان احنا نحط العربية العرض طريق اتناشر متر على فكرة. بس هو مش هكا آآ لو انت وقفت الخمسة ديت فانت هتطرحها هنا. فما لهاش لازمة. فعشان كده انت بتفضل ترص عربيات لحد ما تلاقي ان العربية التالتة او العربية التانية على حسب الكيز بتاعتك انها بتبتدي تقع في النيجيتف فتستبعدها خالص من الكبري بتاعك. تمام? فعشان كده هو استبعد الخمسة من هنا. ويحسب الرياكشن. طيب الرياكشن ده نحسبه ازاي? زي ما احنا قولنا قبل كده. الخمستاشرة تضرب في الدروب. ودي في الدروب بتاعه. والعشرة في الدروب. والعشرة في الدروب. بيبقى كده نحصل على الرياكشن الكونسنتريتد اللي وازي العربيات بتاعتنا. نقص نحسب ايه? نقص نحسب اليونيفورم. لان المين جردر بتاعتنا لو انتم فاكرين. بيبقى ماشي عليها بتحس بالاخر باتنين. المسافة ما بينهم وان بوينت تو. ومعها اللي هو بتاع العربيات اللي هو. طيب انا كده حسبت موقس احسب. طيب عشان احسب خلاص انا عرفت موقف العربيات فوق كل واحد حط له الحملة ده ده والرصيف هنا كان اكبر من المترو نصف حطناه بكمة نصف. وعدنا نضرب برضو في المسلس البوسط. محدش يحمل حاجة عن خالص. ويطلع هنا تو. تمام? وبعد كده خلاص معاك جاهزة. هيحسب بقى الكيس بتاعت الماكس ما مومنت حط الربع والتلات اربع. والكيس بتاعت الماكس ما مشير حطهم فوق وهكزا. طيب مسلا بتاع الكاميرا التانية. اللي هي بتاعت مين جردر اتنين طلع بالشكل ده. يبقى خلاص انا واضح ان كله طلع بالبوسط. يبقى خلاص يبقى انا من مصلحة ان انا اعمل ايه? احمل التلات عربيات بالشكل ده لان الكوبري يكفي. كله هيبقى بنفس او بتاع ايتنا بص ما فيش حاجة هتطرح مننا. تمام? ونفس الكلام هنحمل لان حتى بص خدت بالكو ان ده وتحميل ده عندنا ببص فمش شرط على خلال انت بقى حافظ ان ما تتحملش على حسب شكل اللي هيطلع لك هتوقف الاحمال بتاعتك. تمام? يبقى دوت بالنسبة لحسابات الاحمال. الموضوع سهل مش صعب انت بس تبقى عارف ترسم ده وبعد ترسم ووقف العربيات بتاعتك بحيث تحصل على اعلى آآ آآ للأحمال بتاعتك واليونيفروم لود بتاعك. زي ما احنا قلنا لكم موضوع ابسط بكتير. اعتبره زي المسائل القديمة يعني اعتبر كل بتشيل من لان انت لو جربت تعملها يا انت قاعد انت في البيت كده عندك وقت فاضي. تعال اهد كده بتاعك ده. واضرابه في ارية المسلس ده واترح ده. هيطلع نفس الرقم اللي هيطلع من اللي هو ده. فجرب حتى تحسبها لو انت شاكك ان احنا بنقول حاجة مش مصبوطة ولا حاجة. هيطلع نفس الرقم ده. فاملهاش لازم انك تضيع وقت في حسابات ارية المسلس ده وعملها بالطريقة اللي معمولة في المحاضرة هنا. تمام? طيب. الشيط اسهل بكتير من كده. الشيط احنا مش عايزينك توقف العربيات. بس انت لازم تبقى عارف برضو تعمله عشان لو في الامتحان طلبة منك تكون عارف تحسب توقف العربيات ازاي اجزاك. لأ في الشيط احنا قلنا لك انسى العربيات دي كلها. اعتبر ان في كمتوا مسلا واحد طن على الميتر سكوير بيمثل العربية زائد يعني انسح كل العربيات العربيات بالنسبة لنا هي حمل هي قمتوا واحد طن على الميتر سكوير. يبقى انت هتيجي تعمل ايه? هتقوم مسح العربيات اللي الدكتور حطيتها دي خالص هاي ونمسح كل ده. هنيجي نعمل ايه? بدل ما تحط عربياتك هتيجي تحمل ايه? الجزء ده كله ايه? بواحد طن على الميتر سكوير. انت ما عندكش ولا الواحد. هتيجي تقول ان المسلس ده هنحمله بواحد طن على الميتر سكوير. وتضرب الواحد طن ديت في المسلس وتجيب وتقوم عاكس دي على المسألة بتاعتك اللي هي المسألة السيمبل بقى اللي بتاعتنا هنا كانت تسعة وتلاتين ميتر. هيبقى عليها كمية الواحد طن دوت في بتاعت المسلس. طبعا هنا في النص دا بقى انت جبت المومنت بسرعة. يبقى في الشيط الموضوع ابروكسيمت ممكن في الامتحان يطلب منك بنفس الطريقة ديت يقول لك ان بتاعت الكبري العربيات آآ كلها على بعض هو حمل سايح قمته واحد طن على الميتر سكوير. يبقى انت الفكرة كلها بعد ما ترسم تضرب توقف الواحد طن على حسب شكل بتاعه. تمام? طيب آآ في حالة المسأة اللي هي التانية هنلاقي طبعا كله فوفا انت هنا هتقوم محمل ايه المسلس بتاعك كله بالرقم ده. تمام? هتقوم ضارب بتاعت المسلس اللي شاكله هنا ترابازوي ده اكتر. يعني في قمت الواحد طن يبقى انت كده جبت تعكسه على القامرة السيمبل بيم بتاعت المين جيردر اللي احنا بندرسه وتجيب على التمانية وتجمع عليه وتنساش تدرب طبعا في الفكتور اللي هو تمام? طب لو رجعنا كده للبورد حاجة مهمة جدا. احنا دلوقتي آآ طيب الكلام دوت لو هو يعني الكلام ده كله زي ما احنا قلنا انه هو ايه? آآ لو هو الدكتور طلب منك في الامتحان انه هو رجد. طيب لو هو مش رجد. احنا قلنا كده فكرة الرجد. احنا عاديد نشرح الرجد. والكلام ده. تمام? لو احنا آآ لو احنا جينا كملنا كده معلش آآ ناخد دية زيادة كمان في الريكورد ده. خدنا بس بتاعنا ده اخدنا كوبي كده او حتى شرحنا عليه هنا كده اهو ما فيش مشكلة. وآآ خلينا ناخده معلش هناك احسن. هنا اهو. تمام? ده لهو رجد. رجد انك هتحسبه بالانفلانس لاين وجيب عند كل وتحصل على الشكل ده. وانت بتحمل تحمل الجزء المسلس الكبير في ولا اساس وتخلي بالك بس العربية متطلعش على رصيف والكلام ده وتعكسه على وتدرس آآ اللي زي ما احنا درسنا آآ بتاعه. طيب لو هي المسألة كانت لو المسألة هتبقى ده شكل بتاع اللي هو ايه? لو هو هتنزل هنا بواحد وهنا توصله بالزيرو وهنا بزيرو. ولو هو طلب آآ آآ هيبقى ده بواحد وده بزيرو. طيب عايز توقف الاحمال بتاعتك. خلاص هو ده ده بتاع يعني في الحالة ديت. لو انت مسلا قال لك اعملها بالعربيات بتاعتنا اللي هي ستاشر وخمستاشر والكلام ده. العربية الخمستاشر وعربية العشرة. هتيجي توقف على قد ما تقدر العربية التقيلة فوق الدروب الكبير. والوقف العربية التانية زي ما تيجي العشرة. كفة يبقى خير وبركة ما خفيتش. يبقى خلاص هتشلها خالص. وتحط اليونفور بداع كل واحد ومرة تعكس دوت آآ لنتيجة وفي الآخر آآ تجمع ترمي الكلام دوت على بتاعتك وتحسب بتاعك. طب لو اوطر نفس الكلام نخلي بالنا ان هنا في رصيفة العجلة هتتشفت نصف متر وهكزا وتوقف العربية بتاعتك لحد ما تخش جوه المسلس ده. لان اي حاجة هتخرج بره المسلس مش هتخش اصلا معك في بتاعتك. تمام? تمام. يعني ممكن العربية هنا تخش ده بره بس عادي انت وانت شغال آآ مش شرط العربية دي توقع العربية دي مش وقع بره كبري بس هي وقع جوة كبري بس هي مش هتأثر على دي بس انت من مصلحتك تدخل عربية ديت علشان بتاعها هيزوج شوية على ده. تمام? ماشي لان هنا خروج الحاجة بره مش معناه ان هي هيطرح لك. لا هنا خروج الحاجة بره ان هي راحت على آآ تانية ده في حالة الفليكسابول. طيب احنا في الشيط طلبينها منك آآ ديستريبيوتيد طيب لو هو طلبها منك ديستريبيوتيد. الموضوع اسهل بكتير. هتيجي تعمل ايه لو انت عايز تحسب على خلاص هتيجي تحمل المسلس دوت بالواحد طن على الميتر سكوير. وتضربه في ارية المسلس ده وتقوم عاكس اليونيفورم لوت دوت على القامرة بتاعتك بعد كده بقى المين جردر بالقيمة بتاعت الواحد في ارية المسلس. طيب لو هو اوتر هتبقى ايه? ايه تضرب ارية الواحد في ارية المسلس الاصغر ده وهكاسب. هتلاحظوا حاجة لو انت جربت كده تعملها. تجرب تحسب اه اه ال 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 بتاعتك. المومنت لو بطريقة الفليكسابول والمومنت مرة بطريقة يعني تعال احسابها مرة بطريقة الفليكسابول انك تعملها بالواحد وتوصل الانفلانس لاين كده وتشوف المومنت يطلع كام. وبنفس الواحد طني ده وتحطه على الانفلانس لاين بتاعك اللي انت رسمته اللي هو احنا جبناه من هنا ده. ويحمل الجزء بس اللي هيبقى ويطلع قيمة ويجيب المومنت. مفروض تلاقي ان صح طبعا ان عشان ده يبقى المومنت بتاع هو اللي هيطلع اكبر. تمام? لان انت في بتشغل كل مع بعض فكله بيشيل مع بعضه فبيقلله الاحمال على بعض. فطبعا مفروض الحل بتاع يطلع المومنت بتاعه اصغر بكتير من المومنت بتاع الفليكسابول. فانت ممكن حتى تجربوها. بس حبيت اأكد في الفيديو دوت ازاي تفرق ما بين الفليكسابول والريجد وايه فرقتها برضو في حسابات اللوز. يعني انت هتيجي في التوتوريال مسلا اللي انت موجود معاك بتحل منه بتاع السنة الفاتت او موجود على السايت عندنا. هتلاقي ضرف في الايه. وهتلاقي في المحاضرة الدكتورة حاسبة بالانفلانس لاين. طب ايه اللغبطة دي? لأ. الاتنين صح. دوت لو ضربت في الايه يبقى انت كده شغال في الاكسابول. لو انت حسابتها بالانفلانس لاين ده ريجد. طب انا هعمل ايه في الامتحان لا انت تعمل في الامتحان اللي الدكتورة هيحدده. قال لك في الامتحان يبقى انت هتشتغل بالانفلانس لاين وتحسب الاحمال زي ما وضحنا. قال لك في الامتحان ان هم يبقى انت من حقك تستخدم اللي هو الواحي الطن دوت وتوصل مسلساتك او حتى ما غير تضرب كل واحدة في اللي هي شغاله اللي هي الايه لان قرية المسلس ده لكنك دربت في بتاعتنا. وممكن انت طبق تثبتها ايه مع نفسك بالشكل ده. يبقى ده بس كان سريع بيتكلم على حسابات ازاي تحسب على اه كوبري بتاعك لو الكاميرات او الكاميرات بتاعتك اه ريجد. تمام? ان شاء الله نحاول نستكمل بعد كده ونتكلم بقى على الدزاين بتاع الكومبوزت سيكشن.